بلش من يومين هجوم مفاجئ على الصحافة الاقتصادية مونير يونس شو عي لقيت هالحملة بالتحقيقات مع رياض سلامة؟ مونير يونس من أبرز صحفيين الاقتصاديين رجع على لبنان من الكويت بعد الأزمة الاقتصادية وترقص اسم الاقتصاد بجريدة نداء الوطن قبل ما تسكر فجأة بعد ما توقف سلامة انطلقت حملة ضد يونس بتزعم انه انطرد من الكويت بعد تحقيقات أمنية لكن ثراءه ازداد بشكل لافت جعله موضع مراقبة الأجهزة الأمنية الكويتية ومن ثم طرد يونس من الكويت وتم تجميد حساباته الاتهيمات عبثية ما فيه اي ملف قضائي او امني ضد يونس بالكويت وما تم ابعاده بالعكس هو استقل لحاله واخد شهادة حسن سلوك وفل بشكل طبيعي سبب الحملة انه مونير يونس هو اول من فضح عمولات شركة اوبتيمام وطالب بتوسيع التحقيق مع سلامة ليشملها كلها بالمقابل كل المؤشرات بتدل انه التحقيق متجه ليحصر الملف باختلاص 42 مليون دولار من مصر في لبنان وهيك بتكون بعد التحقيقات على الفضيحة الأكبر لـ 8 مليار دولار اللي حصت عليها شركة اوبتيمام من الهندسات وغيرها من العمليات اللي تورطت فيها روس كبيرة شكرا للمشاهدة